أكيد، أنا بس أقول للمشاهدين أن المنتخب السعودي للسيدات ما شاء الله تبارك الله قدر يفوزك أول مبارتين رسمية لها فعشان كذا بس ألك دوناء كيف كانت أجواء اللقاء الرسمي الأول للمنتخب السعودي وكمان المباراة الثانية التي قدام المنطيف طبعاً قبل المباراة أكيد كان فيه توتر يعني بين اللعبات والأطقم أكيد كان فيه شعور توتر بس الصراحة أول ما دخلنا الملعب في أول مباراة وثاني مباراة التوتر يعني سبحان الله كده اختفى وكنا مبسوطين وشعور كان يعني فعلاً أنه إحنا كده حسناً وإحنا وصلنا في مكان اللي إحنا من أول بنستنى يعني شعور كان مرة حلوة طيب المنتخب السعودي النساء الكرة القدم اتلقى تهنئة مباشرة من الأسطورة البرازيلية بلايه؟ من خلال تغريدة على تويتر دوناء يعني الموضوع حلو جداً بس أنا عايز أعرف أنتوا إزاي تلقيتوا التهنئة دي الصراحة لما أول ما شفنا التغريدة يعني كان بيننا كلنا كل واحد ترسل الرسالة وكلنا انصدمنا أنه واحد لاعب يعني مشهور زي كده ويعني ما هو يعني أي شخص فأكيد كان شعور حلو أنه إحنا عندنا يعني واحد يدعم كرة القدم نسائية بشكل زي كده ويكتب لنا كلام حلو فعطانا يعني يعني دفعة إنه إحنا أي حماس وإنه نكمل يعني بس لا طيب دوناء شو يعني تكوني مساعدة مدرب المنتخب يعني شو مهماتك وهل ممكنش يوم نشوفك مدربة؟ مهامك مساعدة مدربة طراحة عندي أكثر من المهام أول شيء أكون أنه تخطيطات التدريب اليومي طبعا أكون في الاجتماعات وأساعد البنات من ناحية الفهم والتفكير عن الكرة القدم بشكل عام حتى تخطيطات التدريبات بشكل يومي مو بس مسائحة الصباحة حتى أكون حتى الترجمة ما بين المدربة الألمانية ماني في الثاب أترجم للبنات وإش كمان؟ اكتر؟ ايه 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 وإن شاء الله بإذن الله يوم من الأيام أه أبغى أكون مدربة إن شاء الله طيب بعد المالدي ومشاركتكم بقول البطولات الدولية الودية فين هتؤديكم تموحاتكم؟ طبعا إحنا هدفنا إنه إحنا شاركنا في أول مباراتين ودية إنه ندخل تصنيف فيفا فإحنا لازم نلعب خمس مبارات عشان نقدر ندخل التصنيف إن شاء الله فإنه إحنا نفوز أول مباراتين يعني هذا كمان شي يحب أوكي توصل طيب بدون كده أدينا برأيك كده دينا كيف يقدر المنتخب السعود إنه يطور بسرعة وقليش يعني هيساعدوا استمرارية الدوري النساء السعودي طيب شوف إنه إحنا نطور بسرعة يعني ما أظن في شي إنه أحد يطور بسرعة بس إنه إحنا التخطيطات اللي إحنا نبقى ناخدها إنه نفتح مراكز إقليمية بشكل عام في المملكة وإحنا فتحنا أول مركز إقليمي في الرياضة وإن شاء الله بإذن الله إنه إحنا عندنا فطة في المدن الثانية عشان نقدر نشجع الجيل القادم بإذن الله إن شاء الله